عزا الطلبة نكمل الوحدة الرابعة من مقرر امن شبكات الحاسوب كنا في اخر محاضرة وصلنا الى مناقشة الخوارزمية اللي هي data encryption standard التس اللي هي يعني بالنسبة للتس من اشهر الخوارزميات المستخدمة في الكريبتوغرافي او في الانكريبشن يمكن بداية استخدامها كان في اللي هو الف وتسعمية سبعة وسبعين ناينتين سبنتي 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 باي the national bureau of standards ناو اللي هو an ist as federal information processing standard 46 اللي هو كان ديش المركز الابحاث اللي موجود او الانستيتيوت اه طبعا was the most widely used encryption schema until the introduction of the advanced encryption standard yes in 2001 كانت يعني تستخدم على نطاق واسع اه بل يعني هي الخوارزمية الاساسية اللي كانت على مستوى العالم في الفترة من اللي هو ناينتين سبنتي سبنتي سبنت او 2001 اه ولا زالت تستخدم في منها اكتر من version في عنا طبعا ديش او كداتا انكريبشن اه استاندرد اه اللي هي احنا نحن نكون نتكلم فيها السنجل ديش في عنا دابل ديش وي تربل ديش وي بالاضافة لا فيه فيه فيرجن اللي هو يطلق عليه سيمبل فايد ديش تس جس فور اه ادوكيشنال ايشوز يعني الانفينشن بتبعته او التقديم بتبعه تام في سنة الالف وتسعمائة وست وتسعين اللي يريت يريت من كنتو تبحثوا وتشوفوا السيمبل فايد ديش هادي كيف بتشتغل بعد ما احنا نكون اه ناقشنا وتكلمنا في الداة اه انكريبشن اه استاندرد يبقى الالغورثم اتسلف is referred to as the data encryption algorithm data encryption algorithm اه اه الداة الداة ار انكريبتد ان 64 بت بلوكس using a 56 بت كي اه يمكن الفقر اللي موجود امامنا بوضح لنا اللي احنا هانا الفقر زي ما احنا شايفين البلين تيكس ما نخافش يا جماعة من الشكل ها الفقر ما هو الا فقط عبارة عن اه يشبه زي الفلو تشارت او الاستراكتشار بتبع الداة شو هي الوباريشنز او اه العمليات اللي ممكن التم اه الستيبس سميها زي ما انت عايز اللي موجودة في الالغورثم اللي الداة انكريبشن الستاندرد او الديس يبقي اجا قلي انا البلين تيكس بتبعنا السايز بتبعوا سكستي فور اه بيتس سكستي فور بيتس وي اللي هو عم بتم استخدام كمان مفتاح هو من البداية سكستي فور بيت بس بصير اللي هو ستة وخمسين اه او ففتي سكس اه بيتس وي مجموعة عدد من الراونتس عدد من الراونتس حنشوف الكلام ها بالتفصيل الان كمان شوية ان شاء الله اللي كل راونت من الراونتس هذه الها ديفرانت ديفرانت اه سبكي نرجع لبعض الملاحظات انا حبيت انتقل الفيجر عشان في عندي هاينا زي ما حشافين دات ار انكريبتد ان سكستي فور بيت بلوكس او ففتي سكس بيت كي اه الالغورثم ترانسفورم سكستي فور بيت امبوت ان سير سيريس of steps into a 64 بيت اوتبوت زي ما كان في عندي الامبوت سكستي فور بيت برضو الاوتبوت عندي ايش سكستي فور اه بيتس اللي بقى السايز بتبع الامبوت والاوتبوت هو نفسه the same steps with the same key are used to reverse the encryption عملية الدكريبشن بتم استخدام نفس الخطوات اه نفس الخطوات علشان احنا اللي هو نسترجع اه 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 البلين تكست بعد ما صارت اللي هو عملية انكريبشن هنشوف الكلام هذا ان شاء الرحمن طيب يبقى كيف الخوة الرزمية هاده بتشتغل عنا شقين يا جماعة هان عنا الشق اللي هو الخاص بالكي جيناريشن اللي هو على اليمين هانه موجود هايو وعنا الشق اللي احنا بعد ما الكيب اصبح اه 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 دريدي كي will be fitted into the round for each round we have different sub key and inside the round there will be there will be a series a set of steps to transform the plain text يبقى هنا مرة تانية عنا زي ما حكيت يبقى شوي في عنا الشق الاول اللي هو الكي جيناريشن من وين بده يتم اشتقاق او ينشاء اه المفتاح من خلال السكستي فور بيتس اللي موجودة عن عندي موج موعة من اللي هو السلل البروسيسيز اللي ممكن يتم استخدامهم ولا على اساسهم احنا ايش بنيجي اه بعد هيك بكون في عنا الكي نمبر وان كي نمبر سكستين يبقى عدد الراون اللي موجودة عندنا في الديس اللي ستاشر راون خلينا نشوف ايش اللي بسير يبقى في الراون اللي موجودة عندنا هادي اللي هو الستراكتشر هادي الشكل اللي موجود امامنا حنمشي خطو خطو الان الشكل هادي اللي هو عبارة عن الراوند الوحدة اللي هو الراوند الوحدة هادي الكلام هو الراوند الوحدة هادي الكلام الاعلى اليمين هو عملية الجنوريشن لا الكي الواحد يبقى هانا هاي السكستي فور بيت كي اجت طب ايش عمل؟ عاجة قاللي في حاجة اسمة برميوتيد شوائس نمبر 1 يبقى هاي السكستي فور بيت اللي اجت بعد ما طبق عليها البرميوتيد شوائس نمبر 1 شوهو البرميوتيد شوائس نمبر 1؟ عاجة قلي في عنا هاي ها برميتيشن وين البرميتيت شويس معليش هاي البرميتيت شويس نمبر وان ايش يعني برميتيت شويس نمبر وان اجا قلي هادي البرميتيشن ما هي الا عبارة عن بقول لي مجموعة البيت اللي عندك عندك اربعة وستين بيت تمام اه يبقى اول بيت بدك تجيب ليها من وين من اللي هو البت رقم سبعة وخمسين بدك تحط ليها هنا رقم واحد البت التاني من ومدك تجيب ليها من المكان تسعة واربين البت التالتي من وين من المكان واحد واربين وهكذا وهكذا يبقى هان امبوت كي هاي سكستي فور بيتس بات ايش ايث بيت is not used bits اللي هو ايت سكستين يبقى انا عندي الاربعة وستين بيت ما هي الا عبارة عن تمانية بايت مزبوط طيب علشان عشان الامور تكون واضحة خلينا يمشي بشكل متوازي مع المثال اللي من خلاله احنا ممكن نفهم الخطوات اللي موجودة عنا في الخوار رزمية اللي هي data encryption standard so يبقى حسب الشكل اللي كان موجود عنا من الكي جنريشن اللي هو من البداية هيا تواجهت اللي هو 64 بيت كي راحة اللي هي as an input to the permuted choice number one اوكي يبقى الخطوات هذي اللي موجودة عنا بكل بساطة شديدة ممكن ترتضح لنا من خلال المثال التالي يبقى هاي دسامبل 64 بيت كي عنا ازا دسامل نمبر 222 16 156 88 232 164 166 48 and in this column the binary representation of those decimal numbers يبقى اللي موجودة عندي هان هاي البايناري لكل قيم من القيم اللي كانت موجودة عنا طبعا بالهكسا دسامل ممكن تمثيل القيم هذي هايات هذي اللي هو بالبايناري اللي موجودة عنا عبارة عن اللي هي الاي اوكي وهذي عبارة عن الدي هنا عبارة عن اللي هو القيمة الاربع بتس هاي اللي هي عبارة عن الصفر اوكي و اللي هو الاربع بت هذي اللي هي عبارة عن الواحد الي 16 وهكذا يبقى اجقل بكل بساطة شديدة روح صفت لي مجموعة البيتس هذي اللي عندك هايات اللي هو التماني بت الاولى راح وضع لي اياهم في اللي هو من واحد لتمانية التمانية بت ستانية راح وضع لي اياهم من تسعة لستاش التمانية بت اللي بعدهم اوكي راح وضع لي اياهم من سبعتاش لايه لاربعة وعشرين وهكذا لعند لما وصل اخر شيء موجود عنده من اللي هو ايه من سبعة وخمسين لاربعة وستين من سبعة وخمسين لاربعة وستين يبقى هاي البيت رقم واحد ايه البيت اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة بالاضافة الى البيت رقم تمانية اجي قلي اول شغلة بيجي بعملها يبقى هذا ايه طبعا هنا احنا وضعين للسهولة عشان احنا بس يكون الامور واضحة لنا اللي هو ترقيم اللي هو البيت اللي موجود واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية وهكذا لعند البيت رقم اربعة اه وستين خلينا بس عشان الامور تكون فيها نوع من التناسق اللي هي تكون موجودة بالشكل اللي هو باقي البيت اه التانية اوكي يبقى اجقل لي هو علشان بده يشتغل اول حاجة بدك تعملنا اياها ايش بدك تعمل بدك تدخل اياهم على البرميتي دت شويس نمبر ون البرميتي دت شويس نمبر ون اوكي البرميتي دت شويس نمبر ون اللي عنا اللي هو حسب الشكل اللي موجود اكم بيت موجودة واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة سبعة اعمدة والي هو التمن صفوف اللي هم عبارة عن تمانية وخمسين بيت يبقى بدنا نعمل او رديوز للنمر of bits اللي هو الانبوط الانبوط key has 64 bits okay and we need just or only 56 bits so we are we eliminate we eliminate the the bit of the eighth bit in each byte البيت رقم تمانية بدي يتم حذفها من كل بايت من البايت اللي موجودة عندنا يعني في هذا الكلام البيت رقم تمانية والبيت رقم 16 والاربعة وعشرين اثنين وثلاثين اربعين تمانية واربعين ست وخمسين بالاضافة الاربعة وستين الكلام هذا في المثال ابتبعنا يبقى اه حسب الشكل اللي موجود هاي البيت رقم تمانية مين هي اللي هي عبارة عن الصفر هذا اللي موجود عندنا يبقى هادي البيت اصبحت مش موجودة هاي الاربع بيت دابل وان زيرو وان تريبل وانز اللي هم هيات هم موجودين عندي يبقى البيت رقم تمانية ايه شمالها تم حذفها اللي هو is eliminated نفس الشي البيت رقم تمانية هان راحت البيت رقم تمانية من ها اوكي البيت رقم تمانية يعني هنا اصفار اوكي هنا صفرين هاي هم انا شايف في صفر واحد يبقى البيت رقم تمانية من كل بايت بدنا عيش نتخلص منها او نحذفها يعني بدي يكون في عندي تمانية بايت اوكي وكل بايت اخدنا منها فقط السبعة او سيفن بيت يبقى اصبح الاجمالي اللي موجود عندي عدد اللي هو البيت اللي موجودة اللي هي عبارة عن ايه عبارة عن ستة وخمسين بيت من وين اجاني اللي هو ستة وخمسين بيت اجتنا من خلال من خلال بانه كل بايت اخدنا منها سبعة فقط وبالتالي وبالتالي اللي موجود عندي الان خلينا اذا في مجال مش عارف انه يكون ياخد اللي هو الكلام هذا بالشكل اللي موجود بتوقع حيكون على حساب السائز مش مشكلة خلينا زي هيك يبقى the original options of the bits after the parity is stripped اللي هو البيت هادي اللي التمانية راحت ايش ايش ايقال لي قال لي بدك تطبق لي البرميوتد choice اللي هو اللي هو هياته هذا استاتيك استاتيك ثابت البرميوتد choice يبقى اجا قال لي البيت رقم سبعة وخمسين وين البيت رقم سبعة وخمسين هياتها البيت رقم سبعة وخمسين هاد وين بدها تروح بدها تجيني في اللي هو اللي هو هياته يبقى هادي البيت اجتني من هان اكي طيب البيت رقم تسعة واربعين وين البيت رقم تسعة واربعين هياتها هياتها اجتني هان خلينا الونها بشكل نوعا ما شوية مختلف البيت رقم تسعة واربعين وهكذا يبقى حسب اللي هو ايش البرميوتد choice اللي موجود عنا تمام لما عند لما حصل في الاخير على مجموعة البيت اللي هو برميوتد اللي هو فيفتي سيكس بيت كي اللي هو للمفتاح اللي موجود عنا طيب ايش بدك تعمل بعد هيك خلينا نروح نشوف حسب بتبع الخوارزمية اللي موجود عنا اجتني هاي اللي هياته السكستي فور بيت اللي هم هاز بين فيديد اور انترد تو اور امبوت تو دي برميوتد choice number one اوكي الاوتبوت اللي هم فيفتي سيكس بيت موجودين الآن ايش دك تعمل اجتني انا بدي اطبق اللي هو حاجة اسمها الليفت سيركولار شيفت بس قبل هيك قبل هيك ايش راء اعمل؟ راح جسم لي اللي هو الففتي سيكس بيت هدول الى تو هافس بو هافس تو هافس موجودين اللي هو Quindi الليفت بارت والرايz اه بارت اللفت بارت والرايz بارت طيب بدك تعمل ليفت بات قديش عدد البيت اللي موجودة عندك اللي بيدي تعملها سيركولار ليفت شيفت خلي بالك اللي موجود عندنا سيركل لفت سيركلر شيفت اوكي اجا قلي اه هادي الليفت شيفت بمقدار مين بمقدار قيمة هايها براميتر موجودة عنا اللي هي اس طيب الاس هادي من وان بدنا نجيبها اجا قلي اه الاس هادي هايها سكيجوال اوف الليفت شيفت اللي هو بناء على الراوند نمبر الراوند نمبر رقم واحد البيتس روتيتد اللي هو جست اوني وان راود نمبر تو وان ان سون راود نمبر ثري تو اه ان سون يبقى لو جينا اتطلعنا احنا هانا بنلاقي بس اربعة راوند سلهم رقم واحد ورقم اتنين ورقم تسعة ورقم ايش ستاش هم اللي بتبعتهم او اللي هو السيركلر شيفت بتبعتهم بمقدار واحد والباقي كله ايش مالو الباقي كله اللي هو عبارة عن ايش تو بيتس يبقى هانا the 56 bit key is first subjected to permutation permuted choice number one the resulting 56 الكلام اللي احنا حكينا قبل شوة 56 bit key is then it created as two 28 bit quantities labeled c0 and d0 at each round c i minus one and d i minus one are separately subjected to a circular left shift or rotation of one or two bits as governed by the following table these shifted values serve as input to the next round اه بس خلي بالك اجا قلي طيب ما هو المفتاح ابتبعنا للنكست راوند او للنكست راوند او للنكست راوند بس for the current راوند اوكي they also serve as input to permuted choice number two which produces a 48 bit output as that serves as input to the function يبقى هدولة ال 56 بعد ال permutation خلي نرجع مرة هانا مرة تانية يبقى ايش قلي split the permuted key into two halves the first twenty eight bit are called c0 the second and the last twenty eight bit are called d0 based on the number of rounds اللي هو عبارة عن ايه c minus c c i minus one او c اه لا الراوند بتبعتنا واحد يبقى c0 الراوند اتنين c1 وهكذا يبقى اخذ لي اياهم هياتهم قسمهم من وين من النص اجا اخذ هياته الثمانية وعشرين بت واجا وضع لي اياهم وين في المكان اللي هام ايش بدك تعمل اجا قال لي بدك تعمل اللي shift بناء على ال iteration ايه بتبعتنا اللي هي left shift ايه بتبعتنا اوكي تمام تمام يبقى calculate the 16 sub keys start with i equal one there form one or two circular left shift on both c i minus one and d i minus one to get c i and d i respectively the number of shifts bear iteration are given in the table below اللي هو الكلام هاته الآن بنفس الكيفية اللي طبقنا فيها البرميوتادي choice number one بدنا نيجي نطبق البرميوتادي choice number two اجا قال لي البت الاولى منو بدك تجيب لي اياها بدك تجيب لي اياها من المكان رقم اربعطاش هي سبعة هي صفر واحة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداش اتناش تلاتاش اربعطاش هيات هالاربعطاش هادي خلينا الونها بالشكل هادي اجا قال لي هادي بدها تكون هيها لي هياتها ها اللي هي البيت رقم اربعطاش طيب البيت اللي بعدها اجتني من الرقم سبعطاش هاي خمستاش ستاش سبعطاش صفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة او ممكن هانا بدينا العد احنا من اللي خلينا نشوف اوكي من البيت رقم سبعطاش يبقى هنا صفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة او في الاساس ما فيش عندي صفر انا اسف بنعد من رقم واحد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر احداش اتناش تلاتاش هاي الاربعطاش لي هياتها يبدو انه هذا القيمة اه مش صحيحة فبالتالي ها بدها تكون ايش اه نشوف سبعطاش طيب هادي كانت اللي هو انا اسف هادي مش هادي اللي هتكون هادي اه اخذناها من هان هاي الاربعطاش تبعتنا خمسة ستتاش هاي السبعطاش اوكي لا مصبوط يبقى بعد من واحد وليس من صفر لانه في الاساس ما فيش عندي صفر اوكي يبقى عيات القيم اللي موجودة عندنا الراح اللي هو بدو يعيد نفس الشغل اللي موجود عنده ارجع مرة تانية لا اللي هو الكلام ها اجا قلي ايه ايه الالالاااااااا الستة وخمسين بت الي هم تمانية عشرين تمانية عشرين هادول اجو جابل ما يصير في يوم ردوس او اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو البرمتشن suits number toi اجي اخدها هادي زي ما هي ونزلها علشان ايه ايه هاي هتكون ارجاع احدي احري السابق ايه انا عدة يبقى وهانا عشان تكون دي اي يبقى اخدنا اللي هو الاوتبوت بتبعتنا من البرميوتي دي تشويس نمبر تو اللي هو الكي بتبعنا اللي هو تمانية واربعين بيت بدي يدخل لي على الفنكشن ادي موجودة عندي هان يبقى هايات كيف الكي جنريشن اجاب يخد لي هدولة زي ما هم هيك في النيكست راود وبدي روح يحط اللي اياهم هنا وكأنهم ربيتد لا بدهم يصيروا لا اللي هو لو راود اتنين هادي عبارة عن ايش بده تصير اللي هو سي واحد ودي واحد راود ثلاثة بده تصير سي اتنين او دي اتنين وهكذا طيب ايش اللي صار عندي هان يبقى زي ما حنا شايفين الشغل بتبعنا يبقى خلصنا من الجزء اللي ها يبقى في كل مرة كنا بنعمل نفس الخطوات عشان نطلع الكي بتبعنا واضح اللي هو هياته راح طبق عمل اشتغل لعند لما طبق طلع لي السبت عشر كي اوكي بنفس الكيفية اللي اشتغلنا عليها خلينا نشوف ايش بدنا نعمل مع اللي هو السكستي فور بيتس اللي هم از بلين تيكست يبقى هيات الكي اصبح جاهز لكل راوند من الراوندس اللي موجودة عنا اوكي لكل راوند من الراوندس اللي موجودة عنا اصبح جاهز يبقى اجا عندي هان بده هيات الاربع وستين بتتبعونك اللي هم البرميتي ايشن ابتبع الكي اللي هو البرميتي دي تشويس نمبر وان بيرميتي دي تشويس نمبر تو بنفس الكيفية هيا تمانية وخمسين خمسين يبقى البت الاولى بده تجيني من البلين تيكست من المكان الموقع ايه تمانية وخمسين التاني من خمسين وهكذا يبقى هذا الكلام اجا مرة تانية ايو في شغله اخد لي الستة وتمانين هياتها اللي هم البيت الاولى اللي بعديها متين تلاتة وتلاتين اللي هي هيا البيت التانية وهكذا التمانية بت اللي موجودين عنا اجا بير فوم دافولون بيرميتيشن ان دا داتا بلوك اجا طبق البرميتيشن اجا قل لي هياته بده يكون عندك البت الاولى بده تجيك من البت رقم تمانية وخمسين وين التمانية وخمسين هي ستة وخمسين آه سبعة وخمسين تمانية وخمسين ليه هياتها يبقى هادي هيها اجتني هان هادي البيت خليها بس عشان تكون من بين واضحة اجتني هان اوكي طب البيت اللي بعديها اجتني من وين من المكان الموقع خمسين وين الموقع خمسين اي تمانية واربين تسا واربين هيها خمسين تمام هاي الخمسين وهكذا بدو يضل وماشي لما يخلص طبعا احنا نعملش الشغل هاد يدوي بس احنا عملنا يدوي او جايبينه بشكل يدوي علشان ايش نفهم كيف الخطوات هادي بتصير عنا يبقى خلصنا البرميوت الدياتا رجع مرة ثانية هاي بقول لي مرة ثانية ايش دك تعمل بدك تعمل لي هاي في داخل الراوند الان لان في هادي المربع للأقواس الدائرية المستطيل هاي الزوايا قال لي في داخل هذا الكلام في عندي في الراوند هادي الراوند هادي الكلام هو عبارة عن الراوند ايش بدك تعمل يا هاي بقول لي اجا قلي اول شغله راح قسم لي مجموعة اللي هو الاربع وستين بت الى اتنين وثلاثين واثنين وثلاثين بت اتنين وثلاثين واثنين وثلاثين اللي هم هياتهم split the block into two halves the first 32 bits are called L0 and the last 32 bits are called R0 يبقى هيات اخذ لي اول اتنين وثلاثين هيهم اوكي وهدول اتنين وثلاثين التانين اللي هم اليمين واليسار تمام apply the 16 sub keys to the data to the data block start with i equal one. اه بس في شغله هنا لاحظ بانه اللي موجود عندي هنا اللي هو اتنين وثلاثين بت فيبقى الاثنين وثلاثين هدولا انا عشان اعمل اكس اور زي ما احنا شايفين الكي سايز بتبعنا اللي هو تمنية واربعين بت اللي هو افترد بروديوز اه 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 produced as an output of bermuted choice نمبر تو يبقي انا بحاجة اني اعمل اكسبانشن لمين للاثنين وثلاثين بيت هادي دهي الرايت بار عشان هيك في عنا حاجة اسمه اكسبانشن بيرميتيشن اللي هي الاي تابل زائد انه هادي زي ما هي اخدتها وديتها لوين على اساس بنا تكون اللفت بارد فور ده نيكس راوند فور ده نيكس راوند لاحظ هاي الفيس تل عندي جزء من عفوا عندي جزء من الناص هو اللي بيشتغل عليه وجزء ما ايش ما صبناهوش ما اشتغلناش عليه يبقي اخد اللي هو الرايت خلاها ليفت فيس تل ارجع لستركشن بتبع فيس تلوهايات هاي الرايت بارد راها صارت ليفت والليفت هادي عملنا لها اكس اور مع مين هاي مع الريزلت اللي كانت موجودة عندي هان من الكي مع الفانكشن اللي هو اكس اور مع اللي هو اللي هو الفارت والرايت صارت هيها وهكذا الكلام هذا تم تطبيقه على كل اللي هو الراوند اللي موجودة عنا يبقى كيف عملية الاكسبانشن اللي موجودة اجا قلي في عندي هاي الاكسبانشن بيرموتيشن او الاي تيبل ايش بدك تعمل اجا قلي خد لي البيتس بتبعتك اي الواحد اثنين ثلاثة اربعة اه اوكي وابدأ على الطرف هاي هما دول اربعة بيتس روح ضيف لي هانا قبل الواحد هاي بت رقم اثنين وتلاتين والبيت رقم ايش خمس جيب لي اياهم روح هانا الاربعة هايها اوكي وهانا اللي هو خمس ست سبعة تمانية تسعة الحين التمانية اخدها هايها عملية تكرار لاحظ ايش عمل عمل تكرار عنده البيت رقم اربعة اوكي وتمانية واثناش وستاش وعشرين واربعة وعشرين وتمانية وعشرين وهانا من البداية كانت اتنين وتلاتين راح ضافهم وكانهم عبارة عن عمود موجود عندي وهانا خمسة تسعة تلاتاش كل مرة بضيف لي ايش اه اللي هو اربعة بتسيب جالبت الرابعة والخامسة من كل بايت اه اللي هو بداية تكرر على اليمين وي اه اليسار نروح للمثال ابتبعنا عشان الامور تبتضح لنا يبقى هيات واجهان عنده اه البيت سيب تبعتك هياتها اللي هي البيت سيب تبعتك هيها الليفت بارت والرايت ايش والرايت بارت احنا شغلنا على مين على الرايت بارت طيب يبقى هيات اللي هو حسب الرايت بارت اللي موجود سوري خلينا اعمل سبلت عشان بس ده هو تكون واضحة لنا خليني اقفان هناك اوكي تمام هيك يبقى البيت هادي اللي موجود عندي اللي هو من وين اجتني او ايش اللي بدي يصير هاي مجموعة البيت ستبعتنا اللي هي من واحد لتمانية روح اعمل اكسبانشن هاي الى اثنين وثلاثين البيت رقم اثنين وثلاثين هاي 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 ه اوكي. واحد واثنين. وتلاتة. واربعة. وخمسة. خلينا نشوف. اوكي. البيت تايها هادي اللي هي الاولى. يبقى هادي من اثنين لتلاتين ماشي ما مشكلة. عشان بس ممكن يكون في عنا او اشي. هي من اثنين لتلاتين جابها. اوكي. البيت هادي هيها واحد. البيت هيها واحد. مزبوط. البيت هادي اللي بعضيها اتنين. اه البيت رقم اتنين مش صحيحة. اللي هي هادي بدا نغيرها. خلي بالك. تصحيح. هادي بدا تكون. في عندي واحد المفروض هان. بعديها ممكن يكون في صفر. وهكذا. وهادي بدا ايش? بدها مسحها الحين. هاي. اه هيك صاح. اللي هو هيهم دابل وان زيرو دابل وان. اللي هو هيك صارت عندي صحيحة. اوكي. تطبيح برميتيشن عادي جدا زي اللي احنا اشتغلناهم قبل بشوي. اللهم طيب على حسب ايش البرميتيشن اللي موجود. عنا. طيب الان بدك تعمل اكس كلوسف اور. مع مين? مع الكي. عشان تطلع اللي هو ايش اللي بيصير موجود عندك. اه اجا قلل اكس كلوسف اور هيها. بس في عندي حاجة اللي هي اسمها ايش? الصابستيوشن تشويس. مع اللي هو الاس بوكس. يبقى انا عندي اللي هو التمانية واربعين بت هدول. التمانية عمل الاكسور. ها? عمل الاكسور مع اللي هو الكي ما فيش عندي مشكلة خالص. لكن انا بدي ارجع التمانية واربعين بت اللي هم الريزلت اللي كانوا موجودين عنا. اللي هم على ايش? لاتنين وثلاثين بت. قال لي في عندي اللي هو الصابستيوشن تشويس اللي هو من خلال الاس بوكسز. ايش الاس بوكسز هاد? اللي هي هياتها. اججا اللي هايو بدخل عندي. هانا طبعا هاي الاثنين وثلاثين بت اللي عملناها اكس بانشن صارت تمانية واربعين. اللي كان انا قبل شوي. اكس اور مع الكي. اوكي. طلعت لنا تمانية واربعين. بدنا الان ان نعملهم رديوس او شرنك. فيبقى كل ست بت بدخلناهم على اس بوكس معين. اس بوكس واحد اثنين ثلاثة. يبقى قسمنا التمانية واربعين بت الى تمان مجموعات. كل مجموعة فيها اللي هو ايش? سيكس بيتس. تمام? فيبقى ست بيت ست بيت ست بيت وهكذا. طب ايش بيقى اللي بدك تعمل هان? اجا قلي دا ليفت اند رايت. الليفت هيها. والرايت بت اللي موجودة في السيكس بيتس هادي. بدها تحدد لنا رقم اللي هو الصف في وين في الاس بوكس. وين الاس بوكس اللي هو الاس بوكس هيهم الس الاس بوكس واحد يقولي طيب هدو الكلام أه من وين انا بوددك لا هذا ايش? اس قيفين. استاتك ثابت مافيش ايش نحنا مسن ؟ ما بناعملش في اي شيء. ؟ يبقى هنا. اجا قال لي the left and right most bits define the row number and the inner four bits define the column. انا في خطة في ايه زيادة. اوكي. the column number of the value in the s box. example لو كانت عندي الانبوت تبعتي للس بوكس اللي اجتني هنا لس واحد صفر واحد واحد دابل زيرو وان. اجا اخذ الزيرو والون هي الاوتر بت. اللي هي اقصى اليمين واقصى اليسار. اللي هي بالدلالة هذي زيرو وان. اللي هي عبارة عن ايش? number one اللي هو رقم الصف. and column اللي هو الكولوم تابعنا اللي هو هياته. صار اللي هو دابل زيرو وان وان. اوكي? اللي هي عبارة عن ايش? هذي كانت رقم الصف واحد ورقم العمود اتناش. روح لعلى رقم على الاس بوكس هي والاس واحد. رقم الصف اللي هو واحد. ها? ورقم العمود اتناش. اجي اقلل قيمة ايش هيها تسعة. خد للتسعة هادي. روح اعمل لي ايش? تبعتك اللي انت كنت بتقول لي عنها. الان في عندك حاجة اسمها اتنين وتلاتين اللي هو بت اللي هي صارت بدلا من التمانية واربين اصبحت اتنين وتلاتين. دخلناها على مين? على البرميتيشن بي. الو البرميتيشن هذا بدنا نيجي نعمل برضو كمان مرة. بيرميتيشن. وينه? هي. وينه? هيات البرميتيشنة بي اللي موجودة اااااااااااااااااا عننا. يبقى هاناا اخر شيء بدو يعمل لي اكس اور. مع Harmony 32 به هي ها. مع الولة الاثنين وثلاثين بيت اللي ظهرت عندي هان. على الشان الرسلة هادي تصبح اللي هي عبارة عن ايش? الرايت بارد. الرايت بارد و HTML هدولها التنتين. بدنا ناخدهم زي هيك زي ما هم وناخدهم ونخليهم وكأنهم عبارة عن الرايت بارد والليفت بارد فور دانيكست راوند فور دانيكست راوند اوكي الكلام هذا طبعا احنا هايو في المثال ابتبعنا اجا قلي عملتنا الاكس اورينج بريك اللي هو الاي اار اي ماينس وان لابداء للاكسبانشن بعد الاي مع الاكس اور كي اي انتو ايت سيكس بيت بلوكس قسمني اياهم بيتس نمبر وان ابتو سيكس بيتس نمبر اه سيفن ابتو اه تولد and so on عندما وصل للعيش لا التماني واربعين قال لي هايات الامبوت بوكس تبعنا فور اكزامبل هادي كانت موجودة للامبوت بوكس اللي هو بي واحد كانت اللي هو وان دابل زيرو تريبل وانز اوكي امبوت فور اس بوكس نمبر وان فور اكزامبل حسب الريزلت اللي موجودة عندي هان اوكي حسب الريزلت اللي حصلنا عليها وبالتالي لو بدك تطبق اجا قال لي عيات اللي هو رقم الواح الانر اسف الاوتر بيتس هادي اللي موجودة عندنا اللي هي بتتمثلي رقم الايش الصرف اللي هي واحد واحد والانر بيتس هادي بيتمثلي رقم ايش رقم العمود اللي هي عبارة عن ايش عبارة عن اه رقم العمود يبقى عندي اللي هو رقم الصف والعمود اجو صدفي معانا اللي هم تلاتة وتلاتة بدنا نروح على الاس سبستيوشن الاس بوكس اللي موجود عندنا هان اللي هو نفس الشكل دي كان موجود عندي قبل بشوي هاي رقم الصف تلاتة ورقم العمود تلاتة حلاق القيم اللي بنا نعوض عليه هادي هي ايش العدد اتنين العدد اتنين يبقى هيات وهو نفسه وهكذا بامكان ننكمل الشغل بتبعنا لكل الاس بوكس واللي عملنا على اللي هو في الراوند الاولى بدنا نعمله في الراوند التانية هاي الرزولت اللي احنا حصلنا عليها اللي موجودة عنا اجا قلي ايات اللي هو بدي يطبق مين البرميتيشن بي اللي احنا حكينا عنه قبل بشوي بنفس الكيفية كيفية عمليات عمليات اللي احنا بنشتغل عليها عمليات بسيطة جدا اللهم في احنا ايه بنروح بنطبق اللي هو بعض العمليات البسيطة علشان ايه علشان احنا اه نقدر اه نركبهم مع بعض ويكونولنا الخوارزمية اللي موجودة اه امامنا يبقى بنفس الكيفية اشتغل علشان ايه يعطيني اللي هو الشكل اللي كان موجود اه اه عنا يبقى هان لاحظ بعد ما خلصت الخوارزمية او بعد ما خلصت العدد الراونس اللي هو بسكستير راونس في عنا حاجة اسمها انفرس لا الانيشال بيرميتيشن انا عمل بيرميتيشن هان را عمل انفرس انيشال بيرميتيشن عشان يرجع البيتس هذي في مواضعها بعد ما كان هو عمل اياش البرميتيشن اللي موجود عنده اوكي هنا في بعض الملاحظات اللي احنا بحاجة تتبيتها يبقى هادي كانت فيه من خلال عملية الانكريبشن من خلال عملية الايش اه الانكريبشن اول ملاحظة علشان احنا نجي نعمل ديكريبشن ايش كان بقولي هناك بنرجع مرة ثانية هاي data are encrypted ان 64 بت بلوكس using a 56 بت كي steps into a 64 بت output the same steps with the same key are used to reverse the encryption نفس الخطوات احنا ب نستخدمها عشان احنا ايه نعمل الايش اللي هو اه الانكريبشن واحد بدي يقول لي طيب الكيه اللي احنا اسف. اللي وصلنا فيه لا اخر شيء لاحظ لو انت جيت عملت الجمع الروتيشن نزلني اولى البيتس هادي عندك كم اتنين موجودة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداش اتناش اتناش ضرب اتنين اربعة وعشرين وعندي هنا اللي هو كمان ايه اربعة يبقى تمانية وعشرين لو انا جيت اللي هو عملت الان شفت حبدأ ارجع اللي هو الكيه نمبر واحد. الكيه الاول اللي احنا او حرجع البايت بتبع تلكيه زي ما كانت موجودة عندنا ما تنساش بانه شغلك انت اللي كان موجود كل اللي بعمله اللي هو عبارة عن ايش الايش السيركولر شفت بياخدها للي بعد بياخدها للي بعد بياخدها للي بعد بياخدها للي بعد ها? طبعا هانا ما اخذ الان اكزامبل تيمب اه تابل ديس اكزامبل عمل هاي الكيه اي هاي اللي فارت والرايت بارت اشتغل عليهم في الراوند الاولى الراوند التانية اه علشان ايش اه اللي هو اه يورجينا الخطوات اه هاي بنفس الكيفين اللي احنا جينا عملناه اول ملاحبة من ملاحبات اللي هو بالنسبة للدس او غيرها من الخوارزميات من الكلام هذي ممكن حكينا احنا في بداية اجغل افرش تايم ركوارد فورك سوتي بكي سيرش لو انا باجي باستخدم اللي هو الديس اللي ست وخمسين بيت اللي هي عبارة عن اثنين يعني الجدول هذي شوية مكن شوية اه مش عارف ايه مش مشكلة اللي اثنين قوة ست وخمسين عدد الاحتمالات الممكنة اللي هو عنا اكام اكام مفتاح ممكن number of alternative keys اه the time required at 10 to the power 9 decryption بير سكن لو انا بعمل هو عمليات decryption في الثانية لاحب انت بحاجة حتكون لواحد فاصلة توم سنة علشان تيجي تكسر او تعمل generation لكل الكيز في حين لو عشرة قوة 13 انت بحاجة لايش لا اه ونور في حين لو طبقنا لتريبل ديس لو طبقنا لتريبل ديس هيكون عندي اثنين قوة مية تمانية وستين طبعا اه رقم ضخم جدا ثلاثة فاصل سبعة ضرب عشر قوة خمسين اللي هي هذا الكلام بده بالطريق بالعدد الانتكريبشن الموجودة بده يعني رقم مش كبير كتير رقم ضخم جدا اه خمسة فاصل تمانية ضرب عشر قوة ثلاثة ثلاثين سنة لو بالسرعة هادي خمسة فاصل تمانية ضرب عشر قوة تسعة وعشرين سنة طبعا الالقام هذا ضخم جدا ممكن كمان فترة بسيطة او كمان فترة زمنية تيطلع عنه اللي هو اه 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 اجهزةcape Getovector اسرع بكتير من اللي هي موجودة حانشوف الارقام هذه تصبح وكانها اياش اه 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 لست اوكي